أغلبية وطنية أبوية يسعى لتحقيقها تحالف سائرون الذي يتزعمه مقطة الصدر سعياً لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق وبعيداً عن المعنى السياسي لمصطلح الأبوية الذي يوحي للبعض بشيء من الوصاية والشعور بالفوقية تجاه الشعب العراقي فأن الأغلبية الجديدة تضم حتى الآن إلى جانب تحالف سائرون تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي وفق وثيقة تفاهم بين التحالفات الثلاثة نقلتها وسائل أعلام بعد تسريبها غير أن المشهد السياسي في العراق يبدو أكثر تشابكاً وتعقيداً ليسيما بعد قرار البرلمان إعادة الفرز والعد يدوياً وتجميده لعمل مفوضية الانتخابات ومنع قياداتها من السفر الأمر الذي يمثل اتهاماً للمفوضية بالتورط في عمليات تزوير محتملة رفق ذلك جدل كبير بشأن احتمالية حدوث تغيير في النتائج والأوزان النسبية للقوى السياسية المتنافسة في الانتخابات الأخيرة بعد إعادة الفرز والعد يدوياً وما ينتج عن ذلك ربما من هدم لبعض التحالفات وإقامة تحالفات جديدة وفقاً لما استجد من نتائج ورغم ما يبدو من زلزال سياسي قد يفضي إلى فراغ دستوري في حال انتهت ولاية البرلمان القديم من دون حسم الأمر فيما يخص نتائج الانتخابات المكونة للبرلمان الجديد إلا أن محللين يؤكدون أن القوى السياسية التي دأبت على الفساد والتعايش معه ستجد حلاً عبر مقايضات وصفقات سياسية تضمن استمرار العمليات السياسية المنتهية صلاحيتها وستدفن عميقاً كل ما يتعلق بعمليات التزوير أو التلاعب في النتائج وبحسب كثير من العراقيين فأن العملية السياسية التي أسسها الاحتلال في العراق باتت فاقدة لمقومات الحياة سياسياً فيما تحاول القوى المشاركة في هذه العملية عبثاً المحافظة على مظاهر الحياة فيها محاولات لن تجدي نفعاً وإن أحرزت بعض التقدم بشكل مرحلي ترجمة نانسي قنقر